موسيقى أهلا وسهلا فيكن يا حلوين يوم رح أحكيكم قصة عن سارة هاي البنت سارة كانت وحيدي لأهلا ما عندهم غيرها وكانت كتير تحب تضل بالبيت مع أمه وتلعب وتساعد أمه في يوم كانت أمه عم تشتغل بالمطبخ وهي بالغرفة عم تلعب بلعبها وبس خلصت لعب اجت على المطبخ شمت ريحة طيبة قالت شو عم تعملي ماما قاتلة عم بعمل كعكات صغار هيك عاملتون فيون لوز وجوز وقلون سكر طيب مين هالكعكات كتير قالت لابدي أكل شوي قاتلة لا مش هلأ هاو لبعد العشاء والماما خلصت وراحت لغير محل راحت على غرفة الغسيل لتغسل التياب بهالوقت سارة فكرت لحالة بدي دوق للقعكات أخذت وحدي وأكلتها وبعد شوي رجعت أكلت التانية وهني ما كيونه كتار كان صحن صغير هيكي مليان في شي 12 قعكي كل شوي تاكل كعكي وتقول بعد باقي بيكفوا للعشاء وما شعرت بحالة إلا وخلصت كل الكعكات أكلتهم وفرحت إنها أكلتهم بس خافت راحت على غرفة النوم قعدت هونيك صارت بطنة يجع شوي وفكرت هلأ أمه بدأت قول وين الكعكات مين أكلون شو بدوا يصير شو بدأت في شي من ورا بي عقلة صاري إلا ما تقلي إلا لأمك الحق فيك تقلي إلا شي شي تاني قلت طبعا أنا مش رح أقل إلا لأمي إني أنا أكلتهم بعد شوي إجت أمه على المطبخ وين الكعكات ما في شي بالصحن كله فاضي راحت عياتت لأ سارة تعي لهون مين أكل الكعكات؟ قلت لأ ما بعرف قلت لأ مش معقولي مين أكلون أنتي ما في غيرك بالبيت قلت لأ ماما ماما لو بتشوفي شو صار الشباك كان مفتوح وإجا بثين من هالكبار وفات من الشباك وإجا على المطبخ أكل كل الكعكات وراح قلت لأ معقولي شو لونه هاي البثين؟ قالت لأ يمكن يمكن لونه أبيض بعدين فكرت شوي قالت لأ بفتكر لونه بني لا لا أحمر قالت لأ أنا يا سارة عم بشوف أنك أنتي عم بتكذبي وهي الكذب مش مظبوط أنتي لازم تقليلي مين أكل الكعكات وراح أعطيكي شوية وقت راحت على غرفتها وقعدت في غرفتها وفكرت قالت في شي بعقلة من وراء قالها ما تعترفي ما تقولي لأن أمك شو بيعرفها خلي القصة أنه لبسين أكل الكعكات وضلت مصرة على أنه لبسين أكل الكعكات أما عرفت أنه سارة عم بتكذب بس قالت بدي تعطيها وقت خليها هي تعرفه وتندم عن الشي العمليته ولأن هي صار عندها عادي مرات كتير بيسألوا أهله شي بتكذب تاني يوم بنت الجيران ليلى أجت لعند سارة لتلعب معه وصاروا يلعبوا عندهم تعرفوا قديش لأن هي سارة وحيدة قديش أهله جابوا للعب كتير ولعبوا ومبسطوا فرحوا وكانوا ما تسمع أمه إلا صوت الدحك والحكي وباب صوتي مفرحونين بعد شوي صاروا يرقدوا بالبيت من غرفي لغرفي كل الوقت يرقدوا ورا بعضهم الماما قالت لها سارة أنا قلتلك بالبيت ما في ركد يمكن تقعي يمكن تكسروا شي يمكن يصير شي ما ردت على أمه ولا شي يبلشوا كمان يرقدوا وراحوا ورجعوا يلعبوا وبعدين ما سمعت إلا بهنك شي يعمل هيك ووقع شي ينكسر ورقدت الماما لتشوف شو فيه لقيت إنه هيدا هالعصفور الحلو اللي جاية هدئي من زمان هيدا بيعمل موسيقى لو بتشوفوا بيعمل موسيقى حلوي وإذا بحطوا هون عالطاولة شوفوا كيف بيبرم بعمل كتير وهاي الماما كتير بتحبوا لأنه كان هدئي إلا وطلعت فيه شو سيروا هيدا العصفور لقيت عالأرض شقفي صغيري شقفي مكسورة من الجانح من هون ووقع وقت اللي عم تركد ليلة هي ورفيئتها وحدي منه ندقت فيه ووقعته ونكسر شقفي من الجانح والماما زعلت كتير قالت لها مين كسروا لهيدا قالت لها ماما مش أنا ليلة كسريتو سارة مين كسر العصفور مين وقعوا قالت لها مش أنا ليلة وقعتو ليلة قالت لها لا مش أنا صاروا يتبادلوا الحكي سارت إلا لليلة لأ أنت وقعتي هاي ديكت إلا لأ أنا وقعتو أنت الوقعتي وأصرت سارة على أنه ليلة اللي وقعت العصفور وكسريتو سارة زعلت من رفقتها وطخانها وصارت خنائها كبيري وعيتها وبلشت ليلة تبكي وزعلت وتركت البيت وراحت على بيتها وقالت بي حياتي مش بقى رح ألعب مع سارة وقت الماما وقت اللي راحت هاي البنت من عندون الماما أجت أخدت سارة حطيتها جنبها على جنبها عادتها وقالت لها بدي إياكي تحكي الحق الكذب حبله أصير تكذبي مرة واثنين واثلاثة بعدين شي يوم بدك تنكمشي بالكذبي هيدا العصفور بدك تقليلي مين الوقع وانتي تهمتيا لرفيقتك ليلة لأنها هي اللي كسرتو وهيدا مش مزبوط إذا هي مش لكسرتو لأن انتي زعلتيا كتير وهي راحت على بيتها وزعلاني لازم تفكري أنا كنت عم بعلمك يا بنتي أنه الله عطانا وصايا لنحفظها وفي وصيقي مهمة كتير كتير وأكتر الولاد بيكسروها خصوصي الولاد لأنهم بيتعلموا من القبار هي موجودة بتكوين عشرين وعدد ستة عشر بيقول لا تشهد على قريبك شهادة زور ها لا تشهد على قريبك شهادة زور قالت لي شو معناتها؟ قالت لي يعني معناتها بتقولي أنه حدا عمل شي وهو ما عمله وهيدي غلط كبير لأن هيكسر وصي وإلى معنى تاني معناتها الكذب اتهمت رفقتك أنه هي الكسريتو وهي ما هي الكسريتو أنت اللي كسرتي وبعدين هادي اسمها شهادة زور والشي التاني أنك كذبتي وهيدي كسر وصية من وصايا الله سارة زعلت كتير من حالة وقالت لها ماما أنا ما بحب أكسر وصية الله أنا بحب أحفظ وصايا الله أنا هلأ بدي روح لعند رفيقتي ليلى وأطلب السماح منها راحت بسرعة لعند رفيقتي ودقت على الباب واجت ليلى لتفتح الباب اتطلعت شافت سارة قالت أنا ما بقى بدي ألعب مع سارة ولا بقى بدي إياكها مش رح أفتح للباب طولت شوي وأخيرا قبلت تفتح للباب رفيقتي لسارة سارة فاتت لعند ليلى وقالت ليلى يا ليلى أنا كتير كتير متأسفي لأني اتهمتك بشي أنت ما عملتي أنا اللي كسرت العصفور وطلبت السماح من ماما وأنا هلأ جاي لعندك لأطلب منك السماح والماما علمتني أنه في وصية بالكتاب المقدس الله عطانا إياها آنون بيقول لا تشهد على قريبك شهادة زور والمعنى التاني إلا أنه ما تكذبوا الكذب كتير كتير خطيئة أنا كمان أنا وقتل كنت صغيري بي كان يعلمنا نحفظ آيات من الكتاب المقدس وعلمني أحفظ آي وقتل كان عمري بس خمس سنين ما كنت بعرف إقرأ وهي الآية كبيرة وشوي صعبة بس اتعلمتها وإذا أنا تعلمتها أنتوا بتقدروا تتعلموا وهي طويلة وبس بدي أقرأ لكم إياها حتى تشوفوا شو بيقول الكتاب المقدس هاي بي أمثال الإصحاح الستة وعدد ستة عش للتسعة عش بيقول هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه عيون متعالية لسان كاذب أيضا سافكة دمان بريئا قلب ينشئ أفكار رديئة أرجل سريعة الجريان إلى السوق شاهد زور يفوه بالأكاذيب والزارع خصومات بين الأخوة هي إلى معاني كتير كتير هاي وهالآيتين هاي فيون شوية من الوصايا العشر بيقوا عن الشي اللي الله بيكرهه هي الناس اللي بيشوفوا حالهم كتير بيتكبروا وبيكذبوا وبيعملوا مشاكل وبيفرقوا بين الناس بين بعضها لأن وقت الواحد بيحكي على غيره إشياء مش مزبوطة بيعمل مشاكل بتصوروا واحد يكذب على البابا بإشياء مهمة وعلى الماما مرات فيه كذبات صغار مش كتير مهمة بس حتى لو كانوا صغار اسمهم كذب والكذب بيعمل مشاكل كتير لو سارة تعلمت أنه ما تكذب ما كانت عملت مشكلة بينها وبين رفئتها اللي هي بتحبها كتير الكتاب المقدس فيه قصص كتير عن الكذب فيه شهادة زور حتى على يسوع وقت اللي كانوا بدن يصلبوا إجوا شهادوا عليه شهادة زور قالوا عليه إشياء يسوع ما كان عاملة وفيه كتيرين كمان فيه ناس كذبوا وصارت آخرتهم كتير مش منيحة واللي بيكذب كذبي صغيري محتمالي كذب كذبي أكبر المهم أنه واحد يتعلم بوقت أنه ما يكذب يحكي الحق ولو كان فيه بده ياخد أصاص كرميل وإما قالت لها يا حبيبتي أنا فيني ارجع صلحوا لهيدا شوية سمخ ما نصلحوا والعصفور بيرجع منيح مثل ما هو بس أنت بدي إياك تكون تعلمتي درس أولا ما تكذبي وما تشهدي على غيرك شهادة زور ما تتهمر فيقتك بشي هي ما عمليته حرام لأنه كسرتي لقلبها ويمكن لو ما سامحتك كنت خسرتي صديقتك للأبد أنا كل شي بطلبوا منكم أنكم تكونوا صادقين تحكوا الصدق مع الماما والبابا تخبروهم كل شي بصير معكم الله يساعدكم حتى تتعلموا تكونوا مثل يسوع لأن يسوع كان صادق والكذاب هو الشيطان مثل يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر